من الحاجات المنتظر كمان حدوثها من الوارد من الوارد ها بتكلم معكم بانتهى اهو الصراحة وبشكل ضغري من الوارد انتلاقي خلال الايام اللي جاية بعض من يعني المسئولين في مختلف الاندية ماشي يطلع يقولك احنا جبنا الصفقة دي قبل الاهل وخطفناها من الاهل انا بقى عايز اأكد لكم حاجة مهمة اوي والتصريح ده على مسئوليتي الاهلي ما فيش اي صفقة دخل فيها غير لما خلصها لصالح هتقول لي ازاي هقولك ازاي احتياجات الاهلي الاهلي الناس في النادي تحركوا تجاهها وخلصوها وخلصوا عناصر كتير جدا انتظارا لتحديد موقفهم يعني فيه لعيبة اتفقت مع عنديتها ومع اللاعب نفسه وكل الامور خلصت بس في الاول في الاخر ايه بشوف احتياجاتي الاول لو انا اللاعب اللي انا كنت برغى في التعاقد معاه شفت ان انا لا لا خلاص مش هحتاجه قوي او مش دا الوقت المناسب ان انا اتعاقد معاه رغم ان هو لعيب كويس ماشي فبتراجع بقوله لا شكرا خلاص مش عايزك فبالتالي اللاعب بيروح ايه لاتجاه التاني رغم ان اللاعب رغبته الاولى ارتداء اتشارة الاحمر خدت بالك فدي جزئية برضو تخلي والكم منها خلال الساعات اللي جاية ممكن الله اعلم امتى ما فيش حد خطف حجم الاهل بس بقلوكوا الاحداث اهو من الجزئيات المهمة كمان موضوع معسكر الاهل ايه الجديد فيه هل حيبقى في معسكر للاهل ولا لا كولر تم عرض عليه الامر امبارح في اجتماعه مع الكابت المحمود الخطيب اللي هو الاجتماع اللي كان الساعة 12 الظهر في مقر النادي بالجزير فكولر بمنتهى الوضوح رد عكابت المحمود الخطيب قال له طب اديني فرصة افكر واشوف ما ده احتياج الفرقة اصلا للمعسكر ولا ممكن ان احنا او المعسكر الخارجي بتحديد ولا ممكن ان احنا مثلا نعمل معسكر هنا داخلي والامور تمشي بالشكل ده ونحدد القصة فقال له اديني فرصة بس ان انا افكر واشوف الوضع ايه وارد على حضرتك النهاردة حيكون في رد من كولر بخصوص المعسكر الخارجي رد من كولر بخصوص المعسكر الخارجي مش عايز اقول بقى ممكن يكون فين اقرب او كلام من ده غلما بتكون فيه حاجة رسمية من النادي طبعا فدي برضو من الجزئيات المهمة اللي الناس سألت عليها بالنسبة للفرقة النهاردة ما فيش تدريبات فيه قياسات بدنية في احدى المستشفيات فيه مدينة 6 اكتوبر جنبنا هنا قياسات بدنية عشان يتحدد كل لاعب اي امور تتعلق بالنسبة له بخصوص الجانب البدني النواقص الامور اللي محتاجة يشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية يعني حاجات من اللي بتتعامل دايما قبل بداية كل موسم فكان المفروض فيه مرانه النهاردة المرانه يتلغى وبكرة فريق يرجع للمرانه على طول بعد الانتهاء من القياسات البدنية اللي بتدت النهاردة تقريبا من ساعة 7 الصبح أو 8 الصبح في احدى المستشفيات في اكتوبر ومستمرة على مدار اليوم لكل اللاعبين واللاعبين نفسهم متقسمين على مجموعات كل مجموعة بتروح في موعد محدد خلال هذا اليوم الجاري نتناولا